السلام عليكم خاوتي البراحة الجزائريين حكينا على أن الدولة الجزائرية ستبدأ في ترحيل البراتيش وكان بزاف جاء في التعليقات وبدأ يقول لك ما كانش منها ما يديروا والو ما يقفوا والو لكن حقيقة الأمر هو يا الجزائري أنه بدأوا يرحلوا فيهم بالكف بالسقلة من تالي عليك يا الجزائري تخلي اللايك ونشر الفيديو هذا لازم يوصل للجميع لأنه البراتيش هم طيحين زعمقشان ويحرشوا بينا أكم فاهمين لكن احنا نرد عليهم بالحقيقة انتو ما غيرتع هدرة وكلم فارغ يا الفيحين أما الجزائري تواقع الجزائري يهدر معاك بالواقع تاعو ماشي بالخيال اللي راكم عايشين فيه يا البراتيش المهم الدولة الجزائرية يا أخوتي بدأت تقوم بعملية ترحيل البراتيش وبدأت بواش بتسعة وتلاثين مغربي كان عايش هنا في الجزائر بطريقة غير قانونية واجدرت لهم الزاير حاوزتهم يا أخوتي نعم تردتهم ديقاج من الجزائر ما نزحقوكمش في الجزائر تحية الجزائر يا أخوتي والله أحلى خبر وأحلى قرار من الأخر أسمعوش يقول هذا أخونا هذا مغربي أصيل يا أخوتي أسمعوش إذا الإخوان معلومة أخرى نسيتها مع فرض الجزائر للتأشير على حامل الجواز العياشي الخرياشي المغربي الجزائر خبر ورد في روسيا اليوم وفي عامل من روسيا اليوم وليس قاناة جزائرية أم لا مثل أنا ما عندهش الوقت بيشتهدر اطبق برك وتخلي الأجانب يهدروا على رواحه عديد من المنصات الإعلامية الكبرى أن الجزائر تسلم الرباط تسعود وثلاثين مغربيا فيهم عدد كبير تاع الحراقة هذا الحراقة اللي في مغاربة في الجزائر وعندما يحرق الجزائر لأنه كان بعض المغرب يسلون الجزائر ولكن بعض المغرب والخموات يحرقون الجزائر ويعيشون فيها بلاوراق فإذا كنت تحرق فيها بلاوراق فالتأشي يكون هذه الدولة مثل الكاك اذا كنت تسمعو يا أخوتي هذا مغربي يتحدث عن الحقيقة وماذا كاين الحقيقة يا أخوتي وماذا تقول تقول لي بأن البراتيش يأتي للجزائر من أجل الاسترزاق لكي يرون معيشة أخرى من معيشة المغرب كي يقرأ نرمان مو تسمى لوجيك مو يتطبق المنطقة هنا وما يقول المنطقة يا أخوتي بالله الجزائر أفضل وأحسن وما تقدرش خلاص تكمباريها من المغرب بالمغرب لكن للبراتيش رأيي آخر بالخصوص هذا قزع المتطبقة المثقفة تحمل على كل حال ما فيهمش ولا بناد المثقف كلهم سواسية كلهم عندهم مستوى تحمار يا أخوتي لدينا 300 ألف مغربة في الجزائر عدد كبير منهم في الأوراق حارق اليوم هذه القضية تحمل لديه لأن الجزائر أفضل فيزاع المغربة والذين كانت تصعب الدخول والذين كانت تتعاقبهم كثيرا والذين كانت لديهم خصوصات ضبطهم والذين لم يتسجل والذين يتسجل والذين يتعرف إلى ما غير ذلك يعني لماذا تتسجل واحد الدولة و تتحرق لها؟ لماذا تأكل في الغلة و تسجل الملة؟ هذا سؤال لماذا تأكل الغلة و تسجل الملة؟ ها؟ تأكل أنت الغلة لكن الجزائر ليس مليحة قول واضح إذن أفرجت السلطة الجزائرية يوم الأربعة عن 22 شابا مغربيا بعد قضائهم فترة محكوميتهم في السجون الجزائرية لماذا غير جزائرية يحرقون مغربة الكوديفور لا أعلم في الفيديو السابع قلت لهم أرى جائكم الاقتصاد المغريري تسمع أخي الجزائري لا يحرقون فقط إلى الجزائر حتى الكوديفور يحرقونها تتصور أخي الجزائري أين وصلت بهم؟ خلاص راهم في الحاضر يا سببكم يا إدبراتيش بواسين للدين نهارا تنحي بواسين للدين من نحياتكم ثم تتريق البلادكم يبدأ يتنافس مع غانا ومع الكوديفور ومستوك ومراي يهربو عدك من الوقت الخمسطاش العام واضح من هنا خمس سنين تبدأ تتحك وتنتف وتجاب دعا مع كينيا وأنجولا عشر سنين إلى خمسطاش العام تزد هبط لتحس تلقى بحس كالدار اقتصاديا مع كوديفور وغانا وبقعت مات غوت عشر ماليك وسياسة الرشيدة وسيدنا الله ينصروا أوجبها لكم من الأخر هذا هو المستوى تاكم المستوى تاكم تتنافسوا مع شكون مع الدول الإفريقية يا ودي ماشي يا صغيرة وإنما قزم جدا جدا وشوفوا مليح يا الجزائريين هاو الخبر اللي يحكى عليه يعني هذا كسيد محكاش على خبر يا أخوتي من راسه ولا منكاش قاناة جزائرية وإنما من روسيا اليوم الجزائر تسلم ريباط تسعة وثلاثين مغريبيا أفرجت السلطات الجزائرية يوم الأربعاء عن ثلاثين وعشرين شابا مغريبيا بعد قضائهم فترة حكوميتهم في السجون الجزائرية وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تسليم 17 آخرين سماكي تحسبهم تلقى تسعة وثلاثين مغريبي تم ترحيله إلى بلاده وين يا أخوتي يعني بالتحديد في المركز الحدودي زوج بغال بغال مغريبي وبغال مغريبي فهمتوا أخوتي ذكرت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة في بيان أن عملية التسليم وتسلم لهذه الدفعات تمت في المركز الحدودي يعني الجمعية تاكمني هادرت وأفاد البلاغ أن المفرج عنهم ينحدرون من مدن فاس بوعرفة وجدة بركان تازا كرسيف صفرو ناظور سطات وبنجرير يعني بكل تفاصيل جزائر ما تمسخرش معاكم جزائر ما تهدرش بيش تهدر وأوضحت أن بعضهم قضى أكثر من ثلاث سنين وستة أشهر في السجون الجزائرية بالإضافة إلى فترة سنة في الحجز الإداري يعني الجزائر تجيب ترخصهم وتمرمدهم وتخليهم ميزوا وشو رغم هذا يحرقوا ليها وهما فرحانين يعني أنت يا المغريبي من الأخر المشكل فيك أنت لي تحب الذل وين تلقي الذل تكون يا المغريبي والله هذه الحقيقة تاعك يا المغريبي شفتوا يا أخوة الجزائرين ومن بعدها يأخذ جزء ما في فيديوهاته مننا ويبدأوا زيما يحرشوا بنا ويديروا علينا حكايات باركاكم يا البراتيش صدقوني غير خلاص تعليقكم مال وهذه البداية ومازال مازال هذه الدفعة الأولى بارك نزلوا دفعات يا أخوة مازال دفعات كبيرة ستخرج يعني نقول لكم كبيرة كبيرة يا أخوة يرام عايشين هنا بمئات الآلاف ليس الآلاف وإنما مئات الآلاف من البراتيش سيسترزقوا بيناتنا التحت التحت واحد ما سمع بهم واحد ما هم بكسر راسوا بهم لكن لازم علينا من الأخر أن أرجعوهم لبلادهم أرجعوهم لسويسرا تحهم نخليهم يعني يتنعموا في الناعيم اللي عندهم في سويسرا ها عندهم نعيم كبير يا أخوتي ولا لا ولا راني غالط يقول لك بينا إحنا سويسرا إفريقيا ها يا سيدي نبعثوهم لسويسرا تحهم خليهم يتنعموا شوية ثمك أو إذا قالوا أخوتي هذا هي لما نوصيكم دعوا اللايكات تحكم نعيات ثم اللايكات الدعم لقنات لأنه لم يريد أن تصل إلى كامل الجزائريين تصل إلى بصبت السينال وتأني لرباتيش كما يقدروا من باستطيع يلجئوا إلى السراء ويلجئوا إلى هذه الحكاية هذوك فهمتوا أخوتي تمكن قولكم مدعموا القناة ولا ديروا كذا وكذا دبروا ريسانكم وحدكم وحدكم تفهموا الحكاية أخوتي فهمتوا والحرب اللي راهي على الجزائر الآن راهي حرب إعلامية طاحنة حرب إعلامية يحاولون تشويهها بكل الوسائل تسمى وش لازم عنينا إحنا الجزائرين لازم عنينا نسقلوهم ونفرحوهم في الإعلام في كما نقوله المكان لي ليقدروا يهدروا فيه ويبلعطوا فيه السلام عليكم